السوبر يا أهلي وإن شاء الله بإذن الله الكاس السابعة في تاريخ النادي الأهلي تكون من نصبنا إن شاء الله بإذن الله يوم الجمعة في معاجهة الأهلي مع نهضة بركان تاريخ طويل زي ما حدرتكم يمكن تبعته في مشوارة النادي الأهلي مع بطولة سوبر إفريقيا وكالعادة يعني الأهلي بينافس نفسه في وقت من الأوقات لما يعني بتتغلب أو بتزبق كل المنافسين بكلم على أرقام بكلم على حقيق وعلى بطولات بيكون الدافع يمكن في التوقيت ده إنك تنافس نفسك يعني إيه تنافس نفسك يعني لما تكون أنت محقق رقم القياسي في مثلا الفوز بكاس دولي الأبطال أو في الفوز بكاس سوبر إفريقيا بالتالي بيكون الحافز بالنسبة لك إنك تكسر رقم القياسي اللي متسجل بإسمك وجزء تاني من الدافع بتهيالي كمان اللي بتساهم في مسيرة النادي الأهلي في الانتصارات هي فكرة المنافسة بين الأجيال يعني زي ما حدرتكم شفتوا إنه الأهلي حقق السوبر ست مرات منهم مرتين مرتين متتاليتين وبالتالي الجيل ده عنده فرصة أول بطولة يحققها الجيل ده سوبر بطولة غايبة عنا بقالها فترة وبالتالي من حق الجيل ده يحلم إنه هو كمان يحقق نفس الإنجاز وليه لأ ما يكسروش كل التوفيق لأبطالنا اللي هنتابع أخبارهم النهاردة ونتابع تمرينتهم الأخيرة بالمناسبة النهاردة تمرينت النادي الأهلي هتكون على ملعب جامعة قطر بكرا إن شاء الله بإذن الله هتكون التمرينة الرئيسية على ملعب اللي هيقام عليه المباراة ملعب جاسم بن حمد وبكرا إن شاء الله كمان هتكون فيه مؤتمر صحفي هتكلم فيه مستر بيتسو موسيماني قبل انطلاق المرهن الرئيسي النهاردة تمرينة تالتة أساسية وقوية جدا وأطمن حضراتكم بداية قبل ما أتكلم على التمرينة وعلى كواليس النهاردة إنه إن شاء الله بإذن الله التلاتة اللي تكلمنا عليه من بارح علي معلول أيمن أشرف وكمان حمدي فتحي إن شاء الله بإذن الله التلاتة جاهزين للمشاركة في المباراة كله الأمر يتوقف في النهاية طبعا على رغبة ورؤية مستر موسيماني والطريقة اللي هيلعب بيها والأدوار اللي هيوزحها على اللاعبين وبالمناسبة هو النهاردة يمكن قبل التمرينة كان فيه محاضرة بالفيديو تكلم فيها مستر بيتسو موسيماني على الطريقة اللي بيفكر إنه يلعب بيها قدام من نهضة بركان وعلى الأدوار على اللاعبين إنه هم يقوموا بيها طبقا للطريقة اللي شرحها مستر موسيماني في المحاضرة النهاردة طيب خليني أقول لحضراتكم كمان أنا أفكر حضراتكم طبعا المطشة هيتلعب الساعة سبعة بتوقيت القايرة ستة بتوقيت الدوحة خليني أقول لحضراتكم كمان إنه على كل الأوجه المعسكر بتاع ناتي الأهلي مثالي كل اللاعبة في حالة تركيز عالية جدا أنا عارف إنه كتير من الجماهير بيكلم وده حق مشروع وطموح مشروع وإحنا تكلمنا في ده مبارح إنه في فارق كبيرة جدا بين الفرقتين في تاريخ طويل من البطولات للنادي الأهلي في لعيبة على أعلى مستوى في بطولات قريبة حققها نفس الجيل ده من اللاعبين ترشحهم على حساب نهضة بركان اللي الموسم بتاعه ما كانش فيه أحسن أحواله بس عشان تكلمنا في ده مبارح وقلنا كل السيناريوهات وردة كل السيناريوهات مفتوح أنا مش أخد حضراتكم بعيد أنا أفكركم بكاس العلم للأندي الأخير اللي شارك فيه النادي الأهلي واللي حق فيه برونزية قبل مطش برونزية كانت كل الوسائل الإعلام في العالم بترجح بشكل كبير جدا كافة برونزية بطل كوبا ليبرتادوريس وهي بطولة أقوى بكتير من دول الأبطال نتكلم على بطل برازيل والبرازيل لها مكانة كبيرة جدا نتكلم على بطل أمريكا الجنوبية يعني متفوق على كل أنديت أمريكا الجنوبية بكل لعبتها بكل مديرينها الفنيين أرجنتيني تكلم كولومبيا تكلم شيلي تكلم زي ما أنت عايز تكلم ويكفي طبعا أنه هو بطل برازيل وبالتالي كانت الحسابات بتصبوا في مصلحة مين؟ بالمراس لكن رجالة الأهلي في الملعب عملوا مباراة ولا أروع مش بس أنهم يدروا يحسنوا المباراة بضربات الجزاء لكنهم كمان طول التسعين دي كانوا هما الأقرب للتسجيل